اشتركوا في القناة صلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر ما سار سفين الحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير وأهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمعشر أما بعد المكرم رئيس مدرسة الهدى ووكيل مؤسسة الإمام الخوئي فضيلة الشيخ محمد رغى الباقري وسعادة القنصل لجمهورية العراقية سيد جاسم منصاول ومدير مدرسة الهدى السيد علي تمام ضيوفنا الكرام أيها الحفر الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم نقول لكم نزلتم أحلى ومنطق بطبوط أنتم سهلا هو خير كتاب مزل على خير أنام حروفه نور وكلماته تغلق القلب بالحياة والحبور في كل حرف لك به حسن هو منهج ودستور جعل للغة العربية أبهى وأجهى الهبور فعلى بركة الله نستهل حفلنا بآيات مباركة من الذكر الحكيم يدوها علينا تلميذ الصد الثاني حسب رضا فلنسمع له خاشعين صليب على محمد وعالي محمد صليب على محمد وعالي محمد أعوذ بالله من الشيطاء الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبار خيرت وإذا العشار طيلت وإذا النفوس خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموت تسئلت بأي ذنب قتلت وإذا الزلح فنشرت وإذا السماء ما أكشقت وإذا الجحيم صحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للحرش مكين مطارا سم أمين ونصاحبكم بمجنون ولقد رأمه بالأسق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بي وهو بطول شيطان الرجل فأين تذهبون إنه هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله الحديث العظيم صدق الله العلي العظيم نود في بداية المطار عن وجه شخصا خاص إلى مطعم قصر الكباب لأصحاب السيدان على أعطاء السيدان قاسم وزان وحسن صالح إلى عقائم الدائم للمدرسة وعلى حسن في ذات الوقت على تقديمهم لما أجهد وأشهد أطباق التي باتت مفضلة من قبل الجمع بذنين لكم هذه الأنفس طيبة وتخبر الله أعمالكم قاسم وزان أريد أن أشهد أشهدنا بحضول للأجهد لأسترون قصر الكباب لعقائم أفضل وحسن صاحب أفضل أفضل جديد وبحضول نعم لنهات ونشاهد الله Ill�ا الله عزوز ونشاهد الأفضل ونشاهد ترجمة نانسي قنقر 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 لقد كان قرار تسجيل في المدرسة قراراً مصيرياً وذات أهمية قصوى وذات أهمية قصوى ومصعوبة القرار عن ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 I've had that dream A song to sing To help me go With anything If you see the wonders اشتركوا في القناة 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 وهم لا يؤمنون هذه الآية الشريفة تكسر ظهر الإنسان ومعنى هسف الشريف التدقر في القرآن قليل أفلا لتتبرون القرآن أم على قلوب أخارها التعبير من يوم القيامة بيوم الحسرة عجيب جدا من المعلوم إن أنفس النفائس هو عمر الإنسان وحياة الإنسان ولا يصل إلى مرتبته أي جوهر من مجاورات في عالم الوجود الإنسان يعطي هذا الجوهر الثمين يعني أهم رأس ما عنده عمره وحياته وما يأفر بإذاقه ما هو ما الذي خسرنا وما الذي ربحنا في ذلك اليوم يعني يوم القيامة كل الناس يكونون في حسرة حسرة للجميع العالم في حسرة والجاهل في حسرة المطير في حسرة المذنب في حسرة المحسن في حسرة المسيء في حسرة حسرة الكرم والسر في ذلك والمسألة الأساسية هي التفاضل في مراتب الحسر من الحسن والأحسن والفاضل والأفضل بعض الناس يسرفون رأس المار يعني الحياة والعمر وَلَا يُعِيدْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالَاتِ النَّفْسَانِيَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ مِنْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ كَمَا فِي الْآيَةِ الشَّيْفَ تَعْلَمُوا فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةَ أَعْيُونِ جزاءً بما كانوا يعملون هذا هو حسرة المسيئين وأما حسرة المتيرين هو أنه مع الإمكان للوصول إلى الأحسن لماذا اكتفوا بالحسن هذا هو حسرة المحسنين الآن الناس مياماً فإذا ما تنتبهوا حسرة الناس في هذه الدنيا الدنيا حسرتهم في الأمور الماردية لنشف عنده مثلاً سيارة كذا إيه أنت ما موجود عنده مثلاً دار كذا عندما موجود هذا حسرة الناس في الدنيا ولكن في الآخرة حيث يكون في الآخرة يوم طبل السباب يوم كشف الساب يوم كما في الآية الشريفة يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى هذه الآية لقد كنت في قفلة من هذا وكشفنا عنك قطاعك فالبصرك اليوم حديد أي شيء يرفع هذه الحسرة يوم القيامة أو يكون حسرتنا أقل في يوم القيامة الجواب هو في القرآن هذه الآية جواب ومن أحسن قولاً ممن دعو إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلم حيث يقول إذا قال عندنا أحسن ما هو أحسن شيء آخر يعني كلمتين العمل الصالح والدعوة إلى الحق الذي يعيش في هابط الدنيا أنا ها به هاضين الخسلتين العمل الصالح والدعوة إلى الحق بهاظين الشيءين ينقل التحسر والحسرة في يوم القيامة من عصاص وما هو العمل الصالح الأعمال الصالحة كثيرة من أعمال الصالحة هذا العمل الذي أنتم اجتمعتم في هذا المكان لأجل هذا العمل وهو الإنفع في صبيب الله والصدق الجاية الآثار من الأعمال الصالحة تعود إلى أنفسنا يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أعمالنا لا إلى عبادة عباداتنا لا إلى هذه الأعمال الصالحة إن خاف وعمصار صالح كما قال أمير المؤمنين أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حين خلقهم قليئاً عن طاعتهم آمناً من محسيتهم لأنه لا تنفعه طاعت من أطاعه ولا تضره محسيته من الصالحة وإنما الآثار تعود إلى أنفسنا نحن نحن نحتاج إلى الأعمال الصالحة أصار الإنفاق منها نمر بروح المنفة واتقاملهم مع نبيه مثل الذين ينفقون كما قرأ نحن أخونا السيد بعض المفسرين يقول يعني جزار هذا المنفقها تزار يعني زعفين فوت زعفين ازعاف ولكن بعض المفسرين يقول مو مسل امواله مسل هون يعني انفسهم مسل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمسل حقبته يعني هو ينمو يعني المنفق في سبيل الله يسعك مدارج الكمال النفسانية وتتربى روح البدل والانسانية والأخوة في المنفق في سبيل الله ما تنفقوا من خير فلا أنفسكم منها يعني من آثار الإنفاق الإنفاق الذي مانت عن انهيار المجتمع أنفقوا في سبيل الله في آية شريحة في سورة البقرة أنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَا تَحْلُكَةً هذا الآية دقیق جدا ما هو المناسبة بين أنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَا تَحْلُكَةً مفهوم الآية عامل ممكن يستفاد كما يقولون بعض المفسرين و هذا كلام أنه بتلك الإنفاق ربما تُلْقُون أنفسكم في التهلكة إذا صار مجتمعكم إذا صار مجتمعكم محتاجة وفشلة فالإنفاق بشكل عام سبب للنزاعة المجتمع من المفاصل وبتعبير بعض المفسرين أن الانتناع من الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى موت روح الإنسانية في الفرق بسبب البخل وكذا يؤدي إلى موت المجتمع بسبب الزحف الاقتصادي وعدل المشاري في المجتمع منها الأسر المعنفي بالأخرى منه وحتى عود المال إلى المنفق هذا إذن في آية الشريفة وما تنفقه من خير يوفى إليكم وأنتم لا تؤلمون يعني لا ينبغي أن تتسوروا أن الإنفاقكم سيعود عليكم بربهم قليل لا بل إن الجميع ما أنفقتم وتنفقون سيعود إليكم كاملا يوفى إليكم وذلك في اليوم الذي تحتاجون إليه بشدة يعني يوم القيامة وحتى بعض المفسرين يقولون يمكن استفادة من هذه الآية أن نفس المال المنفق هذا المال الذي أنفقتم سيعود على صاحبه لا صواه بل نفس المال فبهذه الآية إذن يستدلون بتجسر الأعمال نفس الله وفيه البركة الله سبحانه وتعالى ويعطيكم بركة زعفين بل فوق زعف في المال الأثر الآخر الإنفاق يبعد الإنسان من البخل والشح الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التعبير عن الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد شوق شدة البخل وفي رواية أن أحد أصحاب النبي استشهد في ميدان الجهاد فجاءت إمرأ من زميه ورحمه تبكيه وتقول يا شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين علمت أنه شهيد فلعلم كان يتكلم بما لا يعنيه يعني لا يحتفظ الله على لسانه وهذا مسألة مهم أو يبخل بما لا يعنيه وسهد أو قال من أهل البخ مسألة أخرى أثر أخرى من أصار الإنفاق يقرنب الإنسان من السخاء الذي هو خرق الله الأعزم كما عن النبي هذا التعمير وفي رواية السخاء من أخلاق الأنبياء ولا يكون سحيا إلا ذو اليقين وهمة عالية لأن السخاء شعاط نور اليقين وفي رواية عن أمير المؤمنين علي أبو طالب عليه السلام السخاء يمحص الظنوب ويجلب محبة القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخيق قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة وفي رواية أن الله تعالى أرحى للنبي موسى على نبينا عليه السلام لا تحت للصامر فإنه سحيق وقال صلى الله عليه وسلم لعديد ابن حاتم الطائم وربما يكون المسألة أخيرة عذا ما كتابته بالاستعجاب ممكن أني الآثار كسيرة إذا كنتم تقرؤون الآيات الشريفة والروايات الإسلامية من النبي والأهل بيت عليه السلام والسلام أصار أكثر وأكثر ربما يكون الإنفاق كسدقة جارية كما في بناء المساجد والمدارس ما أمسان ذلك هذا صدقة جارية بمعنى أن كما في رواية تعبيذ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة في قبورهم والسلامهم يتري إلى ديوانهم يعني ديوانهم مفتوء لا يزال هذا البناء هذا المشروع موجود وإن كان هو يعني ما كان في دار الدنيا وماظل من غرس نخلا ومن حفر بئرا ومن بنى لله مسجدا ومن كتب مصحفا ومن خلق ابنا صالحا وهذه المدرسة مقدمة لتربية الأبناء الصالح الصالح بنات صالحة إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوضغنا لمراضيه ويجلبنا عن معاصيه وإذا كان برد أخرى أشهر لكم أيها الحضور الكرام الزيوف الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركة والآن أرحم المشت السيد محمد نزار بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهُ مَلَيْكَتَبُ يُصَلُّونَ وَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَاسْلِمُوا مَلَيْهُ وَاسْلُوا عَلَيْهُ دعَالَا فَلَبَيْنَا عَسُولٌ مُؤَذَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ بِكُلِّنْ خَلَيْهِ يَكْرُوُّ فيا إخوتي إن شتم فوزا في غديل فصلوا فصلوا على المختلف على أسليه إن من صلى على الهادي الأمين وعلى الأي كرا علم الطاهرين فزف الحشر إذا صلوا على أحمد المختار خير المرسل ما أقول بشأنه وجلاله ما هذا أقول بشأنه وجلاله وهو الذي برغ العلاء بكماله والله أغسم في الكتاب بحسنه والشمس إكشفت زجار جماله وبوصفه الخلق الأظيم ولم يكن أجبا فقد حسن الجميع خصاله والجهي لولا كعنوان العلاء فتبينوا يا سامح أحواله ولتسأل المولى الجميلة بجاهه وعلى المدى وعلى المدى وعلى المدى وعلى المدى صلوا عليه وعاله وعلى المدى وعلى المدى وعلى المدى إذا أنتم محاضرين إن شاء الله مستعدون يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشفع لنا يوم المفار يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشفع لنا يوم المفار يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشفع لنا يوم المفار يا رسول الله يا نور سراء نبعث منها شم فيها جراء سيدي اشفع لنا يوم المفار يا رسول الله يا نور سراء يا رسول الله يا خير البشر يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشفع لنا يوم المفار يا رسول الله يا رسول الله يا خير البشر يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشتر لها يوم المفر سيدي يا مهدد للعالمين من ظلاني جهلي للحق المبين جسنا بالخير تشدو يا معين من ضياء الفير قد عاد القمر يا رسول الله يا خير البشر يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشمع لنا يوم المفر يا ربي الله يا ربنا الكرم جئت بالدين الذي يحب لها في أخيك مرتبع ذاتهما صار إيمان مدرش وجه يا رسول الله يا خير البشر سيدي اشفع لنا يوم المفر ربي صلي على أحمد خير مرسلين ربي صلي على أحمد خير وعلى صاحب الحوض أمير المؤمنين وعلى خار ملك سماعي أم الأنعي وعلى الصقير والسجاد سيد الأعبد وعلى البادر والسادر المنونين وعلى الكاظم المساور في ضرور الودي الطغير الغاشع العصرين جود يبيب وعلى الهار الأدي فأشعق الشمس جبير والسكير عسري عسري القوة أمير وعلى القائم من القسط مغيبا ومعين علي عسنا الهدات الطيبين طاهرين ربنا سيدنا صلي عليهم أجمعين صلي عليهم أجمعين صلي عليهم أجمعين طلاب المدرسين وذون التعبير عن حبهم لمدرستهم في كلمة التلمير تلقيها لكم باللغة العربية الطالبة آية عزيبي من الصف الخامس فارتتفضل الطالبة آية مشهورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خينا وراء خينا من سرى على الثرى والمعنم الأول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أحب مدرستي لأنها المكان الثامن الذي اختظني منذ نعومة أغفاري في الحضانة وحق هذا اليوم أشعر بالسعادة والثمأنية حين أدخل مدرستي الإسلامية صباحاً وكل شوق لها عندما أغيب عنها فمدرستي بيتي الثاني ومحطة ذكريات جميلة يبدأ معامل وينتهي عاماً قضيناه ونقضيه في التعليم على يد أساتذة كراماً ننهج من مبنى العلم والمعرفة أحبكم أساتذتي من أعماء القلبي لأنكم بدلتم من شدة وصرفتم الوقت من أجهة فأنتم الأمام علينا في المدلسة على مر السنين في المدلسة الهدى تعلمتم اللغة الفرنسية والإنجليزية واللغة العربية والقرآن والإختار الإسلامية وباق العلوم الأخرى إلا أعظم ما يصدف نفسي وجودي في مدلسة إسلامية فيها أمارس صدتي الظهر والعصر وباقي الشعائر الإسلامية وسيبقى يقوم في ذاكرة صدى حفظ القرآن الكريم والمسابقة القرآنية السنوية التي تقيمها مدلسة وباقي النشاطات اللغاوية والعلمية والقراطية والحضارية سيكون حديد قلبي وهمسات مشاعري للصداقة الطيبة التي أقمتها لأنها نابعة من أبناء العوائل طيبتها وستظل أجمل ما يدق مسامعي الكلمات التجيعية التي سمعتها من المعلمين ومعلماتنا الأخوة تدفعني النجاح والتقدم المستمع وسيرضع دعمكم سادة الحضور ينبوه خيراً تستقي من المدلسة الحبيبة وطلابها الحسنة الشارية لكم في الدنيا والآخرة وذلك من الخير يا أهل الخير والعطاء وفي الختال أشره مدير مدلستي الذي يعلم عن كثر لتكون مدلسة الوداء بتقدم ونجاح دائماً أعطي المعلمين أعطي المعلمين أعطي المعلمين أنا أحب فيها من الدنيا لقد أعتقد أن أعطي المعلمين من العلمين لقد كان هناك لذلك منذ الاضحة التالية لذلك و لذلك و لذلك الدكتورة. لذلك أجل هذا ما أسمعيتي لها المخلوط. لذلك أجل هذا ما أصبح أول مدينة إلى أدوة سلقات. ثم الأنسبة تلك الأنسبة لذلك في ذلك أعطينا أصبح لذلك أتمنى أقلت العديد من أجل التاريخ I was provided with endless opportunities for growth. I was taught how to respect my identity. And most of all, I have made famous friendships with people who I share with every joyful and some moment of my student life, my friends. Life is not about reading and writing, reading and writing, you know. They are important but just as important our morals. أما أسبوع المناvelات التي تبايا من مجلورها أشياء وضعتنا أن تساعدنا بواسط كامل أن تبايا من الثانيتي لتبايا من مجلورنا ومفر تقدمنا أنت نظرية جميعا ومقلنا نفسنا خبل نفسنا نفتقى كفتائه ويحاولنا ويكون استمارفancy من أجل من الكمبيوتين ويبدأني هذا هو إنه يدعي بالفادر gonna is a job that will help others ditch That being said... Sadly... this will be my last year here in this school I will be leaving to go to another high school next year since second year 2 is the highest class available at концum due to limited funding Iенно call myself a little sad for I will be leaving behind people that shaped my life and a place that that is much a part of my identity أريد أن أضعي الكثير من تحيير بالنسبة عملي لأمي ونحن أفضل アعتقد أن أفضل مع أعزائي التي تعلق عليهم الأنوار مخلاق لديهم أمي عدد بشكل مراتي أن أريد أن تعريبين بشكل مراتي هكذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم those who spend by night and day privately or publicly have their work with the Lord and they show neither fear or grief صلى الله عليه وسلم thank you for your attention and now with some more songs by our students from the school choir starting with the song title and followed by a silence let's welcome them back on stage let's go 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 اشتركوا في القناة يا جمال الكون حولي باسماً حلوى تجني للذي سواك حسناً خلت صلي أن تهدني يا جمال الكون حولي باسماً حلوى تجني للذي سواك حسناً خلت صلي أن تهدني البساطين الضليل والعصافي الجميلة البساطين الضليل والعصافي الجميلة والأجابي الختولة في رباها هل تصلي؟ هل تصلي الشمس حقا؟ والسماوى الدرم شوقا؟ هل تصلي الشمس حقا؟ والسماوى الدرم شوقا؟ والسقون الخطر تبقى في صناتهم كيف أهدني؟ يا جمال الكون حولي باسماً حلوى تجني للذي سواك حسناً خلت صلي أن تهدني جاءني صوت طريب دابئ عزب حبيب جاءني صوت طريب دابئ عزب حبيب حالي سلمنا قلوب قد خلقنا كي نصلي كل نور قد تجلى كل قصد قد تغلى كل ناري كوني صلى كل ناري كل حبيب يا جمال الكود حولي باسما حلوى التجلى للذي سواك حسنا فلتصلي أنت بذني جاءني صوت الحيات جاءني كل الجهاد جاءني صوت الحيات جاءني كل الجهاد قائلا لي في صلاتي لم يزال قلبي وعلي كان هذا الصوت عندي فرحة أولاق وردي في صلاتي لم يزال قلبي وعلي في صلاتي لم يزال قلبي إنما الكون يصلي يا جمال الكون حولي فاسما حلوى التجلى للذي سواك حسنا هل تصلي أنت بذني هل تصلي أنت بذني هل تصلي أنت بذني شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وثاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامير الذين أهددوا بهديه وصاروا وفق من هاده وعلى جميع الأنبياء الله المرسلين وعباده الصالحين أخي صاحب السماحة العلامة الحجة سعادة قنصر عام الجمهورية العراقية في مونتريال صاحبات سعادة السكرتير الأول والسكرتير الثالث في القنصرية العراقية في مونتريال مدير وأسرة مدرسة الهدى أخواتي إفواني أبنائي بناتي السلام عليكم جميعا وعليكم ورحمة منه وبركاته بعد الجولة المعمقة التي أدحفنا بها سماحة الشيخ وقد غار في بطن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة مستنطقا إياهما عن الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات التي تحفظ على العطاء والإنفاق أعتقد أن الكلام يصبح نافلة بعد ذلك لذلك لا أود أن أزيد في هذا المضمار إلا بحديث واحد ثم أسنى بأهمية الإنفاق على أرض واقع غربتها أما الحديث فقد صفح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء أنه قال يفسح لابن آدم يوم القيامة 24 خزانة كل خزانة لساعة من ساعات أيام حياته مدى عوره فخزانة تنبعث منها الروائح الطيبة والنور المبهر الذي يأخذ بالأبصار ولو عند الرائح الطيبة وصلت إلى أهل جنة لكفتهم بذلك جزاء على طاعاتهم في الحياة الدنيا ولكفت أهل النار حصرة على ما سوفوا في هذه الحياة الدنيا وهذه الخزانة هي الساعة التي ملأها الإنسان بالطاع فقام بعمل خير جيد بانتثال واجب بفعل مستخب بالانتهاء عن فعل مجرور بعمل يدعو إلى الخير والصلاة وأما الخزانة الثانية وهي التي تكون معتمة مظلمة تبعث على الأسى والحزر وينبعث منها رائحة كريحة صعبت أن يشمها المرء ولو شمها أهل جهنم لكفتهم بذلك عقابا على معاصيهم في الحياة الدنيا وتلك الخزانة هي الساعة التي فعل فيها ابن آدم المعاصي وترك فيها فعل الخير اللازم عليه وخزانة ثالثة تفتة فإذا هي فارغة لا مر فيها ولا عقب ولا رائحة طيبة ولا كريمة وتلك الخزانة هي خزانة الحصرة التي تحدث عنها سمعت الشيء تلك الخزانة هي خزانة أعمال المباحة التي لا رجحان فيها ولا تفجير هي خزانة المباحة ما نأكل وما نشرف وما نناق ونرتاح وما نلهو ونتسلل ضمن حدود الطاعة والابتعاد عن الماصر فذلك العمل لا هواب فيه ولا عقاب عليه ما أحوش كل المؤمنين لأن يملأوا خزانات أيام حياتهم بالطاعات والنوم والرطحة الطيبة الكريمة أما مسألة التعليم ومسألة التربية ومسألة الثقافة فهي والاغتراق صلوان لا ينفصلان فكما أن المجد وكما أن المركز وكما أن الأماكن التي طعف مجالا للأمر بالمعروف والنعي عن المنكر وتعليم الواجبات ومعرفة المحرمات بالانتهاء عنها كما أنها راجحة وإقامتها متعينة فبنفس المستوى لا بل أرجح يتعين علينا في اقترابنا أن نشيد المدائس وأن نقيم صروح التربية والثقافة لأن هؤلاء الأجياء الزهراء البراعب يأملون منها كل خير إننا ما زلنا في الجيل الأول لاغترابنا في كنب وأنا أود أن أخذ بأنظاركم الكريمة إلى القارة الأمريكية الجنوبية لنتأمل معا أن نهاجرين من بلداننا الإسلامية الذين هاجروا في أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر أصبحوا في جينهم الخامس أو السادس والأسف قل للأسف أن الكثير منهم اندخر وتلاشى وتحللته في يده وذهبت ياله وتصرم لا لغة ولا اعتقاد ولا حتى معرفة بأفوض واقع حياتنا في بلاد المشرب ما خلق بعض المسائل التي تدخل في لطاء البروتوكول من المآكل ومن الأغاني ومشاكل هذا الأمر ينشدون إليه لكنهم إذا سأل مثلا فرناندو مسمو أبيك يقول ليوناردو ما اسمه جدك يقول أنطونيو ما اسمه جد أبي يقول قال ليه أبي بأن اسم جد أبي هو أحمد أو حسين أو خالد أو علي طيب لماذا أصبحت أنت أنطونيو أو فرناندو لماذا لأن اجتماعهم عاش تقصيرا مريعا قاتلا نعوا بأنفسهم عن المساجد والمراكز والمدارس والصروح التي تهتر بالتنشئة والتربية ولذلك خصدوا هذا النتاج ومن يزرع الريح يحصد العاصفة حتى نستطيع أن نحصد أبناء وبنات مفقفين ومفقفات يعيشون واطعنا التراثين وكياننا الاعتقالين إن علينا أن نهتم بإقامة المدارس التي تكفل لأولادنا بتعلم اللغة العالية وأنا واطفهم لأن مثال صاطع أمام راضينا شاعدناهم الآن هذه الفتاة الطيبة التي تحدثت تحدثت باللغة العربية وأنا أعتقد أن الكثير من المشائل ربما لا يعرفون الضبط باللغة العربية بهذه الفصاة إنها مثال ومصدق من عرض الواقع والذي في هذا فيعمل العملون إذا ما عفتنا بمدير مدرستكم هي قديمة ترقى إلى أيام العبش ونحن نعرفه ونعرف أخلاقه الكريمة الطيبة ومعرفته الواسعة ونحن مرمأنون من خلال ذلك الزاد ومن خلال ومن خلال رعاية الأب الكريم صاحب السماعة الشيخ الجليل ومن خلال تعاونكم أنتم الأهل مع هذه المدرسة التي نريد لها أن تكون صرحاً تربوياً ثقافياً إيمادياً يغفل سجوناً ويفتح للخير أبواباً وأماكن وساحات أعرف بأن من أشل المشكلات توضيح الواضحات فتوضيح الواضحات هي من أعقد المشائل التي يمكن للمرأ أن يضع نفسه فيها وإذا ما تكامل مع المسجد والمركب والمدرسة الهادفة قصرية كريمة هادفة فذلك يعطينا مدداً وزاداً طيباً وكريماً وهذا أيضاً ما لمسناه بأخينا الكريمة سعادة القنصر العام وسعادة القنصر والأخوة الكرام في قنصرية بلدنا العراق الذي نحبه ونفاكر بالانتماء إليه ونفاكر بأن هوانا كان نجفياً وسيطع إلى دهر الدائرين كذا لماذا النجف؟ لأن النجف اختصر المسألة هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مدينة العلم والنجف بابها ومن أراد علم النبي الذي أراد هداية البشر فلينخر عباب النجف عباب العلم والمعرفة لأن فيه شفاء للنفوس والصدور هكذا كانت النجف وهكذا سوف تبقى إن شاء الله تعالى برغم تطاول المتطاولين وحفظ الحافظين الذين نحيل أرههم إلى الله العلي القدير الكثير بالتعاطي مع كل المتطاولين على هذا الصرف الإيماني والعلمي سمعت الشيخ مدرسة الهدى هي مدرستها وهي المكان اللائق لأجل أن يكون أبناؤنا وبناتنا فيه وأنا أشد على عضو الأخ الكريم السيد سلام الذي طرح مغادرة جميلة لقد جرت العادة على أن يطرح كفالة الأيتام أما كفالة المدرسة بمعنى أن تقوم كل عائلة بالأخذ بيد عائلة أخرى لطرع ابنا أو بنتا في المدرسة فهذا شيء جميل وشيء لطيف وهو أيضا من الصدقة الجارية التي يمتد أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة إلى الأمام يا مدرسة الهدى تحت أنظار أخينا الكريم سماحة الشيخ وبجهود الأستاذ علي الدماء وإخوائه وأخواته من المعلمين والمعلمات شكرا لكم والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته نود الآن أن نرحب بالشخص الذي كان القبة الدافعة وراء هذا التجمع وهو الشخص الذي يعرف كيف وصلنا إليه نحن اليوم القصص والتحديات رحبوا معي بمدير مدرسة الهدى القاضر السيد علي التمار وعرف ومع كلمة البدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من المعلم فضيلة الشيخ الباقري سماحة السيد نبيل عباس سعادة القنصل القنصل قنصل الموليد العراق القنصل أخي خالص الأساتذة الكرام الأساتذة الغيئة التدريسية كل الأساتذة الذين وراثقوننا الأباء الكارم من حقكم عليه ومن حقكم أن نشكر لكم حضوركم وأن شرفتمونا بهذه الحفاوة فأشكركم شكرا جزيلا على تذبيتكم لهذه الدعوة دائما أخذ أنا الجزء الذي يكرهه الجميع وهو المحاسب فأشكر سيد نبيل على هذه الكلمة التي حقيقة والله الكلمات تسعد للسماء وتسقط يعني على القلوب مباشرة فأشكره شكرا جزيلا على هذه الكلمة الموفقة أبدأ بدون أن أطيل عليكم حتى أسمح الوقت لأخوه السامي علي شبلي أبدأ بإعطائكم نظرة سريعة جدا ومرة أخرى كبقية من الحفلات أو المناسبات الأخرى أنا أطلب من الجميع وفي أي وقت في أي لحظة من يريد أن يأتي إلى المكتب مكتب المدير ويطلب كل التدقيقات فيما يخص المالية فأنا في الخدمة وأقدم له ما يشاء بكل التفاصيل الآن سأطلب سأعطيكم فقط النظرة الإجمالية لأن الوقت لا يسمح بالدخول في التفاصيل إذن السنة قبل ما أبدأ في شرح هذه الأرقام بسرعة المدرسة منذ 2005 2006 إلى يومنا هذا وأقول لكم المدرسة بخير نعم مرت المدرسة بسنة أو سنتين كان فيه نوع من العدل الاستقرار والنزل عدل التلاميذ أثر على كل المدرسة بحمد الله أقل ما يقال الآن أن المدرسة مستقرة وفي يعني في صعود وقبل الصعود لا بد أن تمر بالاستقرار مستحيل تسعد وأنت مستقرة فأخذت السنوات السنتين السابقتين وهذه السنة إذن إذا رأينا المدافل أو كما قالت أسادة العربية المدخولات المدافل الأقصى فيه زيادة طبعا هذه الأقصى بعدما نزعنا ما قدب كإعانة لبعض العائلات ٢٨٨٨١٢٣٤ بعد ذلك ٣٥٥٩٩٩٣٣٣ إلى هذه السنة ٢٧٧١٢٣٣٣ أريد فقط أن أقول لأن هذه السنة الحساب دقيق إلى شهر فيبريل مارس أبريل إلى نهاية جون هذا فيه نوع من عدم الدقة لأنه ما تمناش سنة لكن يعني الفرق بسيط جدا يعني ما يكونش خطأ كبير يعني خطأ خفيف إذن هذه الزيادة تعبر عن الزيادة في عدد المسجلين في زيادة مستمرة في عدد المسجلين المؤسسة الذي يأتينا من المؤسسة سنوات ماضية وأنا أشير بسرعة أن المؤسسة دفعت منذ ٢٠٠٢٠ تقريبا في كل سنة كانت تدفع ما يقارب ٢٠٠٠٠ يحافظت تصحح إذا أخطأت ما بين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ في السنة زيادة زيادة على أنها دفعت كاملا البناء التي تقدر بأكثر من ٣٠٠٠ سنوات ماضية من ٢٠٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ ولقد يمشتروا التهادات примерно ٢٠٠ أو ٢٠٠ أنه سمح لهذا السكمر المدرسة ففيه مدرسة إيرانية تستعمل السكم الأحد فيأتينا كل سنة عشرين أنج بدأت هذا سنة سنة ألفين وعشرة ألفين وخداش زيادة على ما كان يأتينا من الأرض كنا نؤجر الأرض لكيبك ومشاركت فكانت تأتينا ١٤٠٠٠٠٠٠ هذا المجموع نزل لأن الكوميسيون كانت تأخذ الأرض يعني تشاول مكان آر فنزل المدخول من الأرض لكن بقى ٢٠٠٠٠ من المدرسة فنزل إلى ٣٠٠٠٠٠ بقى الأرض بقت بدون إيجار مدة هذا اللي وصلنا إلى ٢٣٠٠ ١٥٠٠ وأبشركم بدون الدخول في التفاصيل أنه الحمد لله فيه احتمال أن يكون فيه مشروع إن شاء الله سيكون يعني يعود بالخير على المدرسة في ما يقص هذه الأرض الآن العطاء عطاء عطوب يعني اللي أنتم قدمتموا في الحفل العشاء الخيري وبعض العطاءات خارج حفل عشاء الخيري ففيه زيادة والحمد لله سنة ٤٠٠٠٠ أنا أعرف أنه في ٢٠٠٨ حافظة ٢٠٠٨٠ هذا البنت مكان موجود تماما مكان موجود الآن أصبح من ٢٧٠٠٠٠ و ٤٣٠٠ السنة الماضية وصلنا ٢٥٠٠٠٠ هذا السنة سننتظر سأقول لكم هدفنا ما هو ٢٥٠٠٠٠ لأنه من بتعوش الوراء يجب أن يكون أكثر وهذا سنتكلم عنه إذاً هذا المجموع ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وهذا السنة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المصارير طبعاً في كل سنة عندنا عجز هذا العجز نقدمه مع نسباح المصاريف وضعه في المصاريف السنة اللي بعده بسرعة المعاشات المصاريف يعني العجز ٢٠٠٠٠٠٠٠ نزل إلى ٢٠٠٠٠٠ نزل إلى ٢٠٠٠٠٠ وأن تصور هذه السنة سيكون أقل من السنة الماضية المعاشات ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ما هذا الزيادة؟ أولاً شيء عادي الزيادة المعاشات الثانية فتحنا الثانوي اسم الأول الثانوي تطلب طبعاً أساتنا مع ذي ربيني أسرع مثلاً وطير عليكم ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هذا من تصوروه إلى غير جوان جوان القادم يعني كلما ضروريات كهرباء وغير ذلك ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هذا السنة ٢٩٠٠٠٠٠٠ إذن فيه أيضاً إنقاس المصاريف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هذا برامج المدرسة الكتب يعني بعض المشاطات كلما يتعلق هذا العمر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لأنه هذا السنة اشترينا كتب الثانوي بعد ذلك ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يعني حاولنا أن نستخر على ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إذن هذا المصاريف دائماً أكثر يعني هذا هو واقعنا المصاريف أكثر من المدافع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جاءني أحد الآباء ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ و أتكلم بالعربي في ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وجدت له كلام حقيقي خاصة وأنه مسنني خبر مؤخرا المدارس المنافسة الخير المنافسة والمنافسة والخير تجمع ما يقارب السنة مئة وعشرين ألف في السنة مئة وعشرين ألف بشهادة الحاضرين آخر مدرسة بدون ذلك الاسم في أنسية واحدة جمعوا مئة وعشرين ألف مدرسة فأقولوا ليش مدرسة سيودة ماناش قادرين جمعوا هذا المملك هذا الأقل ما يمكن أن يجمع لهذه المدرسة ٨٣٠ ألف خمسة واربعين ألف نريد يعني أنا جبت في العاية في الدي بي سي عشرين ألف نريد أن نخسّل قسم الثانوي نريد أن نخسّل قسم الثانوي معنى نريد شراء هذا يطلبون تأثير الانتليجن مشعارة العربية صغورة الذكية اللي أصبح في المدارس كلها نريد أقل الشيء نحقيها الثانوي واحد يعني الآن أن تابعون ٥٠٠ ألف أيضاً لكوبيتر الإشاز يعني الطاولات والكراسي لأن الآمر يستعملوا طاولات الابتداء فنريد أن نخسّل وأيضاً بعض المبالغ للقسم نريد أن يعني أقول شيء هذا المبلغ ٢٠ ألف اللي يقول أنا أتعهد ٢٠ ألف للتسم الثانوي لا يبقين ٢٠ ألف أنا أقوله أشتري وأعطيته أنا أقول الحاجة لك هو يشتري فلا نريد ٢٠ ألف كمبلغ لا نريد نريد شراء هذه الأمور لقسم الثانوي لتلاميذنا لأبناء هذا الخمس ألاف لتحسين الكمبيوتر يعني قسم الحاسوب خمس ألاف للمكتبة أقل ما يمكن أن يقع لأنه الآن مكتبتنا لا بأس يعني الحمد أنه يتحسن لكن للإبتداء في نقص كير الثانوي خمس ألاف لثانوي لكتب الثانوي وثمث ألاف رأي للسياج ما مع السياج؟ نريد مقدمة المدرسة مقدمة من هنا مقدمة المدرسة نريد نعمل السياج حتى تسمحنا أن نستعمل هذا المكان للأطفال إحمالتهم خاصة المترنات لما في الفراحة لأن ذلك هذا يفتح علينا كثير من الأمور وأعتقد هذا مهم جدا كون أسلم لأمل التاليين هذا يعني الأهداف أنا لا أرطيكم درس لا في الدين ولا درس في الأمور يعني هذه الأمور أنتوا تعرفوا الأحسن مني أترك الأستاذ مع علي الشبلي وقبل ما أنزل أريد أن أشكر كل الذين حضروا هذا الحفل كل اللجنة بدون استثناء يعني سهروا على هذا الحفل أشكر شاطوا كباب قصر كباب على تأمينه لكل سنة هذا الأكل يعني يعطيه هجانا ثم المذاكين يعني تدخل للمدرسة وأشكر كل الذين يعني أعرف سادق ويرتون أشكر أساتذة الهيئة التدريسية على يعني كل الأيام هما في المدرسة واليوم أيضا جاء ومرة ثانية لدعمهم لهذه المنسية فشكرا جزيلا وقبل ما أنزل أعيد اللي حفل يعني يرى كل الأمور المالية بالتفصيل وبالتفقيل ما عليك إلا أن يعني يطلب ويجب إسمعكم المكتب وسأرقي كل ما يريد وشكرا على صبركم وعلى حسن اجتماعكم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف القرم وسيد الخرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القارس من محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أهل بيت 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 الطاهرين وما تنفك من شيء فإن الله بيه عليم صدق الله علي وعظيم إذن الله سبحانه وتعالى يطلب مننا العمل العمل والإنفاق العمل كل واحد شو بيقدر اللي يستطيع عليه قليل أو كثير القليل هو خير من الحرمان الأليم مأبول اللي وضعه على أبده وحاته على أبده الله سبحانه وتعالى يعطيه بأجر هذا الشيء ويتخروه إليه اليوم قيامي ولكن لازم نعطيه لازم نبدن ونحنا إذا كلما ندور على العمل اللي نعمله فيه عنا مشروع اداما بلنا نساهم فيه بلنا نشارك بلنا نكبرنا هالمشروع لأنه هيدا مشروع ما دون السيعة أو سيعتين أو لمرحلي لا هيدا مشروع يمشي إلى يوم القيام مشروع بيستمر أجره عم يعود عليه حسدات وضعات بلاستجنة يا صحيفة أعماء حتبقى راعد إلى يوم القيامة إن شاء الله فنحنا شوف نسرع بهذه الدنيا حرمئة من إيه فالله سبحانه وتعالى طلب مننا إنه نعمل وطلب مننا إنه ننفق وهالإنسان حيكون بسبيل شور بسبيل العلم وأول كلمة الزب بالقرآن الكريم اقرأ بالأمر اقرأ بدك تعلم بدك علم العلم بدك معلم بدك مدرسي بدك فنحنا حتى ننشي بمشروع اقرأ بدك كل واحد يعطي كل واحد بده يعمل طبعا بحاجة لكتير بحاجة لحتى نوجد مؤسسة لتكون قادرة لتعطي هذا العلم ولتعطي العلم بشكل جيد وبشكل مفيد وبشكل مردل الله سبحانه وتعالى لأنه نحن من العلم الذي ينفع وهذا العلم الذي ينفع هو اللي بيكون برعاية الأفاضل أصحاب السمحة والفضيلة ولكن أصحاب السمحة والفضيلة اللي حالا ما فين يشتغلوا بنا هندك الكلم الكلم مع بعض بوجوده نعمل بوجوده المنوسى ولكن بنا الخيرين منا اللي قادرين انه نعطي والعطاء هذا هو في سبيل الله هو في مشروع إليه في مشروع ان شاء الله يعود عليه بالسعادة بالدنيا سعادة إلك لبيتك لأولادك توفيق من رب العالمين نجاح في الدنيا ولكن النجاح الأكبر والفوز العظيم هو يوم القيامة إن شاء الله فهيلا موضوعنا هلا متل ما قالوا متفضل للساس علي انه في عنا عجز هال خمسة وارئين ألف أو خمسين ألف هو دي ها عجز المؤسسي عجز المدرسي فهو دي مدن علاج سريع يعني لازم ينجمع هذا المبلغ لحتى يخفف هيدا العجز أو يزيل ولكن بيبقى المشاريع الأخرى يلي هاي ممكن الواحد يتبنيها يقول والله أنا بدي بدي اتحمل مسؤولية هالكمبيوترز جددهم المكتبي أو أي مشروع تاني أو موضوع السياج لأنه نحنا بنعرف إذا ولد لا سمح الله تاخر شوية عن البيت قديش أهل وغير اللي قلبهم عليهم فعشان نحنا هود الأطفال نحنا وليتنا انه هني ما يروفوا على مكان آخر أو حدا غريب يجي عليهم فهني بيكونوا محنيين فهيدا مشروع في نفع للكل إن شاء الله وبحب قلبهم على شغلة انه كل واحد بحب يتبرع فيه بعدين بيقدر يقلب وصل هالوصل هيداين بقيمة التبرع لإنه بقدر يستعملوا بالإنتام تاكس الفورت لإنه فهي بيقضى من الإدارة بعدين إن شاء الله نحنا نطري لشو مهمة المؤمنين والمؤمنات ونحنا بين يعني ذكرى لأحرب اتنين على قلبنا هني ذكرى مولد السهراء اللي كانت بعشرين جمهات الثاني ونحنا على مكروبه من مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فهذا الوقت بين الاثنين أنا بسوفه وقت كتير حلو لأنه نعطي لأنه نبدل بسبيل الله فأني بحق أنه يعطي يبدل ويقول اسمه أو نقول اسمه نحنا على السعداء من باب الشيع الآخرين ولكن الله سبحانه وتعالى بيعلم بسرير كل واحد مننا شو فيه بقلبه شو فيه بعقله نوية وهو أعلم فينا بكم إن شاء الله ولكن اللي بحق يكون اسمه أهلا وسهلا في الشباب الأخوات بينكم تعطوهم الزر ونحنا هون إن شاء الله بنحاول أنه نشمع شوية شوية حتى نعطي الخمسين اليوم من العطي الخمسين المطلوبين هلا والمبالغ البيعني إن شاء الله بطيشي ولكن إذا حدا بديتكفل بالمشاريع عيدالين كمان بيعلمنا جديري عشان تكون الإدارة على دور من هالشي ما نستحيل يعني أي شيء بيعطي الإنسان أفضل من الله شيء يعني متن ما قلت هيدا هم بروح في سبيل مشروع علمي في سبيع في سبيل يعني رسالة أهل البيت اللي هي العلم نحنا اللي مصمي له اليوم اللي نحنا متعليقين في اليوم هو كلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين للحسن للفسين كلمات الفسين في كربلا هي مدرسة هي باب دا بواب العلم مسيرة السيدة زينب عليه السلام فنحنا إذا ما نقول يا لأي تباكنا معك يا زينب هي يا زينب بالشيء ما عمد البوها فنحنا بأوتنا بعيننا من خاطر على فبات زينب وعلى فقاء زينب بلا يكون عنا احساس أبتر المسئولية مسئولية تجاه ديننا تجاه رسالتنا عشان رح نسأل عن هالشيء يوم القيامة الله قدو يسألنا يوم القيامة الزهراء تجي تسأل انت شو عملت؟ بتحبنا بتحبنا وين هانا تحبية؟ بشو عبرت عنا؟ يعني ما شاء الله هدي البداية يعني بلشنا بالبعام اللي هقوله بس مش هننزل بعض منها ألف دولار من السيد علي حسين بارك الله فيه الله سبحانه وتعالى يديرك له له لعيته لأولاده أحسانا عمطلع عمطلع بس منطلع أكبر با كمان في عنا ألفين دولار من كندايند يمكن بعلي في الأسم بس ألا يواجه لكل خير روي من أصحاب الفضل ومن أصحاب الأيات البيضاء اللي دائمنا بتمتاب إلى الخير بارك الله فيه والله يحبط له وعيته والحمد وعمل إن شاء الله إن شاء الله انشاء الله يعني لما الله سبحانه وتعالى بيقول بقول اعماله فسير الله عملكم ورسوله الرسول عم بيشوف هاد العمل اللي انت عم بتعمل وله مبلغ خمسمية دولار من شايفتة كونسولتين جنرال أفدا ريبا ريبا من الكنسولتين بارك الله فيكم و الله يزيزيكم تلخيب شاء الله خمسمية دولار من السيد علي أسغر الله سبحانه وتعالى يجعل مقامه كبير فيها والعين ان شاء الله على العروم هايدي العطاءات متل ما إلنا يعني الإنسان جارك بيشوف في مارا هاو بالدنيا بس القيم الكبرى اللي حيتفاجأ فيها هي يوم القيامة ان شاء الله من الحاج السيد أبو سنان مبلغ ميتين دولار الله يزيزيكم الله يزيزيكم الله يزيزيكم لا ديما تساعدوا الأعمال الخيرين اللي بترجع بالنفع على كل إن شاء الله فاعل خير رعنا ليوا بنقول محصي خريم مبلغ 350 دولار فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحتسب لك الآلاف المؤلفة من الحسنات في صحيفة أعمالك ويرحم أمواتكم إن شاء الله مبلغ ميتين دولار من الأخ سلمت مصطفى أحمد الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ويجيزيكم على أعمالكم الطيبة والمخلصة يلي هي خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى فاعل خير 30 دولار حتى لو كانوا فراغا نعود أولادنا للعطيمة مش حتشى الشعر على العطاء أنا إيش عيب كتير بحب أن نشوف الأولاد عميركم بالدولار والدولارين ولكن هذو بيعملوا شي بحطوا مصمرة بحيط هيك بتكون عم نبني نحن ساحل خير 20 دولار الله يبينش تيمون ساحل خير 10 دولار الله سبحانه وتعالى يرد عليهم أضعاب مضاعف إن شاء الله محسن كريم مبلغ ألف دولار محسن كريم مبلغ ألف دولار 40 دولار 400 دولار من السيد بوكير يوسف الله سبحانه وتعالى يتأبى منك هذا العطاء ويعيد عليك أضعاب مضاعف إن شاء الله الدنيا والدنيا 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 نظر لأم البنين محسن كريم مبلغ 100 دولار محسن كريم وبواصل أحد الأسمان سيد أبو أحمد سبحان تبرع بمبلغ 3000 دولار 3000 دولار 3000 دولار بارك الله فيه الله سبحانه وتعالى يوقع بحياته بأهله بعيده يرحم أموته وأموته إن شاء الله محسن كريم 150 دولار محسن كريم 150 دولار الله سبحانه وتعالى يوقع كمان دنيا والدنيا 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 محسن كريم مبلغ 500 دولار محسن كريم مبلغ 500 دولار محسن كريم مبلغ 500 دولار محسن كريم نعرف أنه فعل كريم وإيده بيضة وجواب ومحب الجود ودائما نملكه بكل المحافل وبكل الأميكن وين في بحاجة للعطاء بيطلين من دون سؤال بمسجده إلى العطاء الله يدارك فيه ويسلي له عايته ويرحم أموته محسن كريم محسن كريم 200 دولار محسن اللهم محسن محسن كريم محسن كريم محسن كريم كريم مبلغ 1000 دولار من السيد من الحاج أبو إسراء الطالبي بارحنا فيكم وكمان 500 دولار من مسجد أهل البيت هذي أهل البيت يلي نحنا ندرنا نقصنا روحنا ودمنا فديهم ولختمتهم ولحتى نوقف ندفع رأيتهم بكل مكان لنحسن أولادنا لنحسن أولادنا لنحمي أولادنا إنه نعلمهم كيف يعشق أهل البيت ويحمل رسالة أهل البيت لازم نقوي هايك أماكن هايك مدرسة مدرسة هده إن شاء الله يعني أكثر شيء مقطوضة أم البنين اليوم ندر لأم البنين 250 دولار الله يديرك بالعطى وتعلم كله في حف أهل البيت كله جميل وكله منيح إن شاء الله بيعود بالأجل والتوين على أصحابه على الجميع محسن كريم مبلغ 100 دولار ومحسن كريم مبلغ 100 دولار بارك الله فيكم وإلا يوافقكم الله حسوني وأخوته مبلغ 100 دولار الله سبحانه وتعالى يزيدكم من نعيم وإن شاء الله نلحج أم صلاح الموسوي مهدي الموسوي مبلغ 500 دولار الله يديرك بكم أم بني أم بني أم بني أم بني محسن كريم 50 دولار محسن كريم 40 دولار يعني متل ما إلنا شي قليل أحسن من ولا شيء وشوية شوية بتصير في عنا وشوية شوية نقدر إنه نبني ولكن لازم يكون عنا نية العمل ونية العطاء وهني من هناك كل واحد الله سبحانه وتعالى حسب قدرته والله بيتقبل عمل الجميع إن شاء الله كما لأم البني 15 دولار إن شاء الله من السيد قادم مئة دولار الله سبحانه وتعالى يحشروا مع إمام القاضل إن شاء الله فاعل خير مئة وارعين دولار الله يدارك فيه فيكم والله سبحانه وتعالى يضعط له من الحسنان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا عم أصغر متبرع أصغر معتل بهذه الليلة وعمره 18 شهر 18 شهر الكرار حيدر صلوا على محمد وآله محمد وعلى حفة حيدر 60 دولار حتى التلاليس من يخلصوا من المدرسة ما بينسوا المدرسة دائماً بحبوا إن شاء الله ويعطوا تلميزين كانوا بالمدرسة سنان وقريش مبلغ خمسين دولار على ذلك فيهم وفي أهلهم وهذا اللي ما نششع أولادنا عليه نزرع فيهم بدرة العطاء أنه يعطوا في سبيل الله حباً بالله وأهل بيت الرسول أنه دائماً نحفهم على العطاء محسن كارين 20 دولار الله يجري بكل اللي أعطوا وعن يعطوا إن شاء الله من هذا الحاج أبو أحمد الطحان مبلغ 2000 دولار الله يجري بكل خيال والله يجريكم لكل خير إن شاء الله والله سبحانه وتعالى يضع حسنيتك ويرشح مزان أعمالك ومن قيام إن شاء الله مئة دولار من الأخط العلمية السعاب لدى الله يجريك فيها وبمجهودة وبعملها يلي عامل الحلقة النسائية لتعليم نهج البلدة لتعليم مقاليم أهل البيت هكذا لازم يكون الله يقويك ويأدري ويديني بدال هني إن شاء الله محسنة كريمة بيع الخير مبلغ 10 دولار محسنة كريمة 20 دولار ثوابة لأم البنين أم البنين يعني وقداش حلو كمان إنه اللي بيكون هو عم يشتغل بمشروع استاذ معلمي بالمدرسة وإنه هي كمان تدفع لحتى تساهم بنمو وبإعلاء شأنها المدرسة يا دهين إحدى مدرسات المدرسة مبلغ 50 دولار بارك الله كلها وبكل أخوانا والأخواتا من الهياة التعليمية بالمدرسة أخذ في الإسلام مبلغ 20 دولار الله يجاركي وبكل أخوانك إن شاء الله bottoms أخذ في الإسلام المدرسة أجراك مبلغ 50 دولار الله يجاركي وبالأهله إن شاء الله مرسة الكريمة مبلغ 50 دولار السيد لبسير ربيع تبرع بمبلغ خمس ميه دولار الله يبينكم على دهالهمي على العطاء في سبيل المصلحة العامة مصلحة ولاتنا بغربتنا محسني كريمي مبلغ ستين دولار وكمان محسن كريم مبلغ خمسين دولار الله يبينك فيكم الله يأويكم والله سبحانه وتعالى يزيلكم من نعيمه ومن سيره عشان انتم تمان تعطوا بحي يجب العطاء السيد نشأة السيد مبلغ 40 دولار بارك الله فيكم والله يرد عنكم في الدنيا والإحرام ان شاء الله كمان المطلاب اللي يتخرجوا نشأة السيد مبلغ 40 دولار اللي يبينك فيهم بيرهنهم ان شاء الله من الخاش علي القزاز مبلغ 2000 دولار اللي يبينك فيكم يا خاش والله سبحانه وتعالى يزيلكم من نعيمه ويجعلكم من نزلاء الجنان بالآخر إن شاء الله أنا شيخ الدولار حيجمع عكتر من الأهل طالبات دانيا وأفير شنك مبلغ 100 دولار اللي يجب فيهم بأهله اللي عم بيشاشعون على هكذا عمل محبب إلى الله ورسوله هو العطاء والبدل درابنا نبط ياسي في بعننا متبرنع أسن عمره شهرين عمره شهرين حمزة قادم مبلغ 50 دولار الله سبحانه وتعالى يحشر وأهله وأهله وعائلته كلهم مع حمزة أصد الله ومع إمام القادم إن شاء الله تماموا الطلاب محمد ومهد ومسارة وفاق اللو سوي مبلغ 400 دولار من شاء الله يعني السيدتين هم يحكي إنه بأناتها اللي تانيه أكيدة وهي حقيقة إنه نسوا هم يشو كانوا بس إن شاء الله إذا أولادنا هون بلشنا نعودن على هيت التقافي ستكوني حيكونوا أحسن مننا بملايين المرات مش بمئات المرات فاعل خير مبلغ 100 دولار مشاء الله الحاجة أم صلاح المنسوي مبلغ 500 دولار الله سبحانه وتعالى يعطيكم ويجبكم النعيم في الدنيا والآخر مشاء الله فاعل خير 50 دولار وكمان فاعل خير 40 دولار الأخذ يعني عزيزة وغالية عنوب الكلم وبتشارك الكل ودايما خطورها بكون سبب سعادي للجميع ودايما المرحب فيها هي الأخذ ساميرا العوني مبلغ 100 دولار بلا مبلغ 100 دولار وهي عضو بلجنة الأهل بارك الله فيك يا أختي وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقك في الدنيا والآخر إنتيو أهلي قواتل محمدين مبلغ 100 دولار مبلغ 100 دولار نقدرين به باسم عائلة رنوية فالله سبحانه وتعالى يبنى عليهم وعليكم وعلينا جنيوات شكرا إن شاء الله فالأستاذ علي عم بيقول لي إنه صعر المبلغ المجموع هو 20 ألف يعني بارنا دون المستوى ولكن إذا توقف الكلم هون ما معناتها إنه توقف توقفت مسيرة درجود لا دايماً فينا نتضرع دايماً فينا نجي للمؤسسة للمدرسة لأي مكان نحب إنه نتضرع فيه ونعطي ونبدل عشان في عنا هالمشاريع بنا نقوم فيها لازم تتنقل إذا بدأ يكون عنا مدرسة مثالية مدرسة حضارية مدرسة تليق بولدنا تليق بالاسم اللي بتحمله مدرسة الهدى الهدى يعني هدى من الأسماء المحببية على آل ابنا الإيمان الإسلام هم ندى نبينا أئمتنا فإذا بدأ المدرسة تكون بالمصطفى المطلوب لازم ننسيهم بإنجاز المشاريع وهذه المسؤولية الجميع وإذا كمان حدا بحب يكبر أصحابه معارفه خارج المدرسة برها أقاعدين كمان بيكون أقلوا الأجر والتواب وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بوفقنا ووفقكم دائما لكل عمل خير يلي بيعود علينا يعني خيرا في الدنيا والأجر إن شاء الله محسما كريما يعني بمناسبة عيد الأم تهديها للأم اللي هي المدرسة الأم هي المدرسة وهو المدرسة هي أم كمان بحاجة لبعالي الله يديرك فيها و الله يديرك بكل الأمهات يلي عم يتعبوا مع البيتهم يلي عم يساهموا بنمو وتفاعلهم بالمدرسة الإلهية مثل ما إلنا أخيرا دائما البيض مفتوف داب العطاء لا يقفل دائما الإنسان لما بدوا يعمل أمل بيقدر يتواصل مع المسؤولين في المدرسة المؤسسي وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتعبى لأعمال أو أعمالكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته تهم الأكبر أطول أشيémon اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة